اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقماء وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظماء اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأب القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أشرقت الدنيا وضاء الزمن ليلة ميلاد الإمام الحسن يا ليلة فيها شفاء الصدوء أهدت إلينا نسمات السرور تأرج فيها نفحات الزهور فزال عن كل القلوب الحزاء يا ليلة النصف بشهر الصيام أنعشت بالبشرى جميع الأنام بمولد الصبط الزكي الإمام رب العطايا والنداء والمنان الكون قد سر بميلاده الكون قد سر بميلاده مولد أشرف أعياده اليمن والإقبال فيه اقترن ريحانة المختار صبط الرسول نجل علي الطهر وابن البتول كريم كريم أهل البيت زاكي الأصول فمن يدانيه بفضل ومن صل على محمد وآل محمد يا حب ذا ذوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجري المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح عالي سيد البشر والفاطميان صبطاه لها الثمر والشيعة والشيعة الورق الملتاف بالثمر اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد يا آل بيت رسول الله يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له اللهم صل على محمد وآل محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد أولد إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه في منتصف شهر رمضان في السنة الثالثة بعد الهجرة النبوية إلى مدينة الرسول أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد الإمام الحسن في السنة الثالثة بعد الهجرة في مدينة رسول الله في بيت مولانا أمير المؤمنين وسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليهما في بيت من بيوت الله بل أفضل بيوت الله كما ورد في ظل الآية المباركة في بيوت أذن الله أن ترفعا ويذكر فيها اسمه حينما سأل أحدهم النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن بيت مولانا أمير المؤمنين وسيدتنا ومولاتنا الزهراء أن هذا البيت منها قال النبي نعم من أفاضلها أفضل البيوت هذا البيت ليش؟ لأنه أفضل الناس فيه أمير المؤمنين فاطمة الزهراء الحسن والحسين صلوات الله عليهما الإمام الحسن ولد في هذا البيت فقدموه لأمير المؤمنين صلوات الله عليهما طلبوا منه تسميته قال ما كنت لأسبق رسول الله فناولوه للنبي وطلبوا منه تسميته قال ما كنت لأسبق ربي في هذه اللحظة أوحى الله إلى جبرايل أن اهبط إلى الأرض هنئ محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المولود وقل له العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك سمه أو إن علي منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم الولد الأكبر لهارون فنزل جبرايل حاملاً هذه الرسالة إلى رسول الله هنأه بولادة الإمام الحسن أبلغه سلام الله وتهنئته ثم قال له إن علي منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم الولد الأكبر لهارون ما اسمه شبر قال هذا عبري وأنا عربي قال سمه بالحسن فسمي بالحسن صلوات الله وسلامه عليه وما أدرانا من إمامنا الحسن روحي له الفداء الصبط الأكبر لرسول الله الإمام الثاني روحي له الفداء سيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو محمد الزكي الصبط المجتبى ما شئت فقل فيه عليه أفضل الصلاة والسلام كنيته أبو محمد ألقابه الأشهر منها المجتبى صبط رسول الله ريحانة رسول الله كريم أهل البيت يا كريم أهل البيت سيدي ومولاه يا أبا محمد للحسن كثير من الناس قد أخذوا من كرمك كثير من الناس نالهم كرمك سيدي أنلنا بكرمك سيدي ومولاه اعطف علينا تصدق علينا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئناك ببضاعة مزجاة يا أبا محمد روحي لك الفداء سيدي يا كريم أهل البيت ما عندنا مشكلة الصير عويصة نقول لهم عليكم بكريم أهل البيت أكو ناس يعني لما نتقل لهم الإمام الحسن الإمام الحسن أمر آخر عندهم كما كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الحسن رجلاً لو كان الحسن رجلاً لكان هو الحسن كل الحسن عند الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام روحي لك الفداء سيدي ومولاي الله أكبر شلون كان عاملهم النبي المكرم طبعاً لما نتكلم عن الإمام الحسن والحسين كلاهما يشتركان في هذا الأمر تجي إلى رسول الله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا يعني في كل أحوالهم أئمة صلوات الله عليهم أجمعين خلقهم الله أئمة أفضل الخلق أفضل مجموعة مجموعة أهل الكساء خير من خلق الله رابعهم الإمام الحسن النبي المكرم سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدنا ومولانا الإمام الحسن ودمع عيوننا ونار قلوبنا وجذوة وجودنا كلها الإمام الحسن هذول الخمسة المجموعة الطيبة الثلّة الخمسة المباركة هؤلاء رابعهم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه خير الناس أباً وأمّاً وجدّاً وجدّةً خير الناس أخاً من عند أخ مثل الإمام الحسين كإمامنا الحسن عليها أفضل الصلاة والسلام في نفس الدرجة في نفس الرتبة إماماً قاماً أو قعداً اللهم النبي كان يقول اللهم أحب حسناً وحسيناً أحب من أحب حسناً وحسيناً إِشْقَدْ إِلْهُمْ مَكَانَتْهُمْ هِذُولَ السَّادِِ الأصباط أصباط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعال أدخل إلى تفاصيل حياة الإمام الإمام الحسن كرام حدّث ولا حرج يقاسم الله أمواله يخرج من أمواله يقاسم الله أمواله يعطي النعل ويبقي النعل الآخر الله أكبر عشرين مرة حج ماشياً صلوات الله وسلامه عليه شنو من إمام عظيم هذا الإمام إمامنا الحسن عليها أفضل الصلاة والسلام بمقدار عظمته مظلوم روحي له الفداء يجي ذاك الرجل يقف أمامه يقول له لم يبقى عندي ما يباع بدرهم سيدي لم يبقى عندي ما يباع بدرهم يكفيك رؤية منظري عن مخبري إلا بقايا ماء وجه صنته ونحن كذلك سيدي ألا يباع وقد وجدتك مشتري سيدي سيدي تصدق علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار برفع البلاء بدعائك يا كريم أهل البيت بدعائك بتعجيل الفرج تعجيل فرجي مولانا الحج صاحب العصر والزمان أعطاه الإمام ما يريد فقال له فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري إذا لا أهل البيت ولهذا أيها الناس أيها المؤمنون إذا أردتم أن تعطوا أن تتصدقوا لتجيبون الفقير توقفوا أمام الناس الذبون ما يوجه أمام العالمين أمام الخلائق أنه إحنا هذا جهنطي مبردة هذا جهنطي ما أدري شنوه هذا جهنطي طعام خلي تكون هذه الأمور تأسيا بأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام فكون كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري الله أكبر إذا أولا أمتنا كانوا في خبر من باب الشيء بالشيء يذكر في خبر آخر إمامنا الرضا إجاء رجل قام أمامهم يا ابن رسول الله أنا من مواليكم جئت إلى الحج نفذت نفقتي أعطني ما ينهضني إلى بلدي ما يبلغني بلدي ثم أتصدق وأنا متمكن أتصدق بما أعطيت بما تعطيني أتصدق عنك الإمام قال له أجلس أجلسهم لما انقعد الناس طلعا بعد ذلك ثل قليلا من الأصحاب كانوا قاعدين الإمام نادى أين ذاك الرجل الخراساني قال أنا يا ابن رسول الله من خلف الباب الإمام أعطاه ما يبلغه ما ينهضه إلى أهله راح ذاك الرجل والإمام قال له هم يريد تصدق عني هذا المال إلك ولا تتصدق به عني راح الرجال مراح طلع الإمام قال يا ابن رسول الله واحد كان قاعد قال يا ابن رسول الله أعطيت فأجزلت عطائك جيد كان لماذا أعطيته من خلف الباب لأنه واحد لما نريد أنت شيء قليل بعضنا يستحي من القليل وأن الله لا يستحي من الحق سواء كان الصدق أو واجبات أي شيء كان في سبيل الله مو قليل قال للإمام يا ابن رسول الله أعطيت فأجزلت لماذا من خلف الباب الإمام قال له ما أحببت أن أرى ذل السؤال على وجهه ذول أئمتنا هكذا يعلمونا هذه طريقتهم الإمام يقول له وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري هذه الوضع هذا الترتيب هذا ترتيب الإمام تجي جارية جارية تقدم له طاقة ورد طاقة ورد يعني شدة ورد قدمت للإمام عليها أفضل الصلاة والسلام وسلمت عليه الإمام قال لها اذهبي فأنت حر لوجه الله واحد قال له يا ابن رسول الله يعني هي شدة ورد تعتقها بطاقة ورد يعني قيمتها أكثر من هذه الإمام يقول له أفلا أكون كما قال القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثل التحية يجب أن تكون أحسن إذا واحد قال لك السلام عليكم قل له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا دأب الأئمة أخلاق القرآن الكريم إمامنا الحسن يبثل هذا الأمر أما ذاك الرجل الشامي لكلنا نعرف هذا الحديث يا ريت الله يرزقنا هذا بهالمقدار من هالأدب من الإمام الحسن بهذه الرواية اللي نقراها ونكررها وقل ما نطبقها على أرض الواقع إذا واحد أشر إشارة من بعيد إحنا نقوم عم يا نمويك شنو قصدك إحنا نتبرع بأنه بالهجوم نتقدم بالهجوم بينما أمتنا مهكرة إمامنا الحسن ذاك الرجل الشامي تعرض له بذلك التعرض القبيح الإمام قال له إن كنت غريباً آويناك إن كنت جائعاً أشبعناك إن كنت عرياناً كسوناك لعلك شبهت أنقل رحلك إلى دارنا فإن لنا داراً واسعاً وجاهاً عريضاً إذا واحد يتعرض لنا إحنا فأنا بأصنعيب واحد يقيس أنفسنا بإمتنا عيب، مو صحيح صحيح ضيفه الإمام في اليوم الأخير الذي يطلع من المدينة قال له أنا دخلت إلى المدينة يا ابن رسول الله أبغض الناس إلي أنت وأبوك وأخرج منها من المدينة وأحب الناس إلي أنت وأبوك الله أكبر هذا تعاليم الأئمة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداواه كأنه ولي حميم هذا أخلاق القرآن أخلاق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حتى مع أعداؤهم حتى مع أعداؤهم هكذا يتعاملون تعامل حسن أحسن التعامل روحي لهم الحداء سلام الله عليك سيدي ومولاي ابتلاءات عظيمة الإمام ابتلى بأعداء أذكياء وبمجموعة كانوا يدعون المحبة وهم جهلاء ترى المحبة مع الجهل عداوة البعض لا يتصور أنه المحب الجاهل محب لا المحب الجاهل عدو يضر مضر هذا المحبة يجب أن تكون بعلم المحبة يجب أن تكون بحلم المحبة يجب أن تكون مقترنة بطاعة 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 المحبوب ليس أنا وأنا أرد سيرة مثل بأريد إذا أكون جاهل ما أعرف الأمور إذا هو إمامي خليفة الله حجة الله سيد شباب أهل الجنة روحي له الفداء أنا كنت أسلم كامل التسليم أدخلوا في السلم كافة بتمام معنى الكلمة كنت أسلم أمام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن الإمام ابتلي بمن يدعي المحبة ولكنه جاهل أنا أقول المحب الجاهل عدو يساوي العدو عدو ذكي وجاو محب غبي يصير عدو جاهل تعرضوا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إمامنا كان يقول والله والله لالذي فعلته خير لكم مما طلعت عليه الشمس أو غربت كونوا أحلاس بيوتكم أقعدوا أجلسوا في البيوت ولا تتكلموا لا تحجون لا تعترضون سلموا أمركم لنا من ذلك الزمان اللي كانوا يعيشون مع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا بعضهم يريد يقرر للإمام يوجه الإمام وكأنه يريد يقول له أطعني افعل ما أمرك بعضنا هكذا كما أنه في بعض الأحيان نحن نتصرف مع إمتنا في زماننا هذا هكذا مع إمامنا الحجة يالله أينك؟ بيّن خلنشوف أقول بعضنا هكذا يتجرى هكذا جاهل ويدعي العلم ترى هو العلم مجموعة معلومات ولكن بحسن أداء وتصرف واستعمال العلم في محله وإلا إذا وعد يستعمل العلم في غير محله حاله وحال الجاهل سواء جاهل هذا خليقوا أنا عالم القرآن الكريم يقول عنه مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفاره مجموعة راغبين إذا تريد تكون مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كنت تكون راغب في أمر الإمام زاهد عن غيره منقطع عن غيره كما فعل أصحاب أبي عبد الله الحسين مجموعة اللي كانوا مع الإمام الحسن ما كانت إحنا ما نقول عنهم لا نقول عنهم شيعة ولا نقول عنهم محبين هذا الصحيح لا نقول عنهم بأنهم شيعة الإمام ولا نقول بأنهم أحباء الإمام كيف شيعوا وكيف يترك الإمام هو هو مو بالكلام إذا هو بالكلام والله أنا همات مثلا أدعي أدعاها ملياردير أنا تريلياردير هم يتركوني بحساب المليارديرية بكلامي لا لو قعدت هي المليارديرية هماته ما يعتبروني ملياردير زين لو واحد يجي يقعد في جيش الإمام الحسن خلي يقول أنا من أتباع الإمام الحسن لما ما يلتزم بأوامر الإمام ما يقدر يقول أنا من أتباعه ولا يقدر يقول أنا من أحبيه إن أولى الناس بإبراهيم هذه قاعدة محكمة من الآيات المحكمة في القرآن الكريم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه اللي يتبعه اللي ينشره بخمسمائة ألف درهم ناقد وخمسمائة ألف درهم فاقد يعني قال له انتقل إلينا نطيك مليون درهم وراح عاف الإمام هذا محب للإمام ومحب للدراهم هذا شيعي يوعدو مو هي هذه المسألة هنا يبين في مقام العمل يبين إمام الحسن قام بحفظ الشيعة آنذاك حفظ شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هيا لأخيه الحسين روحي له الفدا نحن نسلم أمامهم ما فعلوه فهو الصحيح مما لا شك ولا ريب فيه أبدا الإمام فعل ما كان يجب أن يفعل ما شخصه الصحيح ما عنده أمر من الله عز وجل طبقه هو مو برضايتنا والله إمامنا الحسن هيأ لي أما أدري شنو سوى هكذا فعل كنت هم شوية إحنا بعضنا هذه الكلمة أنا متعمد قلت الإمام يعمل بأمر الله عز وجل ما كان أمر الله يعمله لأنه البعض بهذا الكلام لعله الإمام الحسن أنا أقول أنا متعمد قلت هذه الكلمة أنه هيأ لأخيه الإمام الحسين لعله البعض ريد والعياذ بالله والعياذ بالله يثبت بعض الشيء على الإمام الحسن لا ما قام به الإمام الحسن عين ما قام به الإمام الحسن يتبعون أوامر الله يمتثلون أوامر الله نحن كدسر عدنا وعين بعدين نحن من قيم الأمة صلوات الله عليهم أجمعين خلنا نتأدب مع أئمتنا عليهم أفضل الصلاة وأسكى التحيات أنا انتهيت من كلامي آخر كلمة أقولها الرواية المعروفة رواية جنادة يا جنادة استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك وعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لأخراك كأنك تموت غدا في الجمع بين الدنيا والآخرة يكون العبد صالحا يكون من أولياء الله أما بتركه الدنيا وتوجه إلى الآخرة مقصر بتوجهه إلى الدنيا وترك الآخرة مقصر يطير بجناح الدنيا والآخرة هذا المؤمن هذه تعليم هذه الرواية الشيء مفهوم من مفاهيم هذه الرواية روحي لكم الفداء يا آل بيت رسول الله ابن العرندس يقول في قصيدته المعروفة اللي نقراها دائما في المجالس وتطلب في المجالس ويألها من قصيدة عظيمة أيا ساكني أرض الطفوف يصل إلى هذه الأبيات المنطبقة على أهل البيت هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر ولولا هم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا بكر وأسماؤهم مكتوبة حول عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر سحرا إذا فاض الحجيج إلى منا فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي لاستجابة الدعاء لقبول الأعمال كلنا ننادي نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب فكل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي إنا لله وإنا إليه راجعون وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر مد في عمره الشريف زين الأرض بطول بقائه إلهنا بإمامنا الحسن بمولانا الحجة اجعل عواقب أمورنا مع محمد وآل محمد إلهنا بإمامنا الحسن في هذه الليلة أعتق رقابنا من النار يا الله إشف أمراضنا إشف مرضانا أد ديوننا سلم مسافرين آمن وسلم هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أدخل على أهل القبور السرور اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا رب اقضي حوائج المحتاجين من أوصاني بالدعاء اقضي الله هم حوائجهم ارحم الماضين من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واحفظ الأحياء منهم آمن وسلم هذا البلد وسائر بلاد المسلمين المؤسسون لهذه الحسينية المباركة المستمعون لهذا المجلس المبارك تقبل عملهم بأحسن قبولك وإلى أمواتهم وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقماء وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظماء اللهم أذنك